السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله حديثنا الليلة عن وسائل التواصل الاجتماعي واثرها على تغيير القيم والاعراف المجتمعية نريد ان نتحدث وإياكم ايها الاحباب الكرام عن ما صارت اليه وسائل التواصل الاجتماعي المعاصر بحل الفيسبوك واليوتيوب والتويتر والاستاغرام وسنابشات وغيرها من التطبيقات الاخرى انتشرت بسرعة مدهلة وطبيعي ان الانسان هو اجتماعي بطبعه وبفطرته الانسان لا يستطيع ان يبقى وحيدا هو دائما يريد ان يتحدث مع الاخرين ان يتواصل مع الاخرين فكلقوا بان هالتطبيقات المعاصرة التي غزت وسائل التواصل الاجتماعي صارت عندها وحد الاثر عظيم جدا على المستوى الفردي وعلى مستوى الاسر وعلى مستوى المجتمع بل وعلى مستوى الدول هذه الوسائل للتواصل الاجتماعي صارت تتيح المجال واسعا للناس لكي يعبروا عن انفسهم من قبل كان الانسان اللي بغي يعبر عن نفسه اللي بغي يتكلم والانسان خصو يتكلم الانسان خصو يعبر هذا الطبيعة من طبيعة البشرية كما انه من طبيعته انه يأكل ويشرب وينام من ضرورية الحياة ان الانسان يفكر ويعبر اما عن افكاره اما عن مشاعره وخصوصا انه يشارك مع الاخرين المشاركة مع الاخرين وان لا غد يكون كأنه في سجن وراء القطبان فهذا الوسائل للتواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب والتويتر والانستجرام ستابشات وغيرها صارت عندها هاد الاهمية انها تتيح للانسان هاد الطبيعة البشرية انه يتكلم وبكل حرية بلا خجل ولا خوف بل لاحظنا بان في المدة الاخيرة هاد الوسائل للتواصل الاجتماعي ما بقى شغل مجرد للدردشة للتعارف للحوار لا صارت منبرا حرا وفضاء واسعا للسياسيين وللمعارضين يعني والتي هي في مقام الاحزاب السياسية وفي مقام النقابات العملية وفي مقام حتى الصحافة اللي هي محترفة فصرنا نجد السياسيين والمعارضين الكل يتحدث في هذه المنابر يعبر عن رأيه وعن افكاره بكل حرية الناس يتحدثون في السياسة في الاقتصاد في الاسرة في كل شيء وهذا الترك بشكل كبير على تقافة المجتمع فلاحظنا مثلا مثلا موضوع الذي اثار الانتباه دي العامة في الضرفية الراهنة هو موضوع ارتفاع الاسعار دي المواد الاستهلاكية سواء الخضروات واللحوم وكذلك وبالخصوص اسعار المحروقات هذا الموضوع ربما لو لم تكن وسائل تواصل اجتماعي كان سيبقى هكذا ويمر مرور الكرم لكن حضي بحيز كبير من الاراء في هذه المواقع للتواصل ولحظنا بان المجتمع سارى يؤثر بهذه الوسائل ولحظنا ان هناك ما يسمى بالاحتجاج في العالم الافتراضي كان هناك الاحتجاج في العالم الواقعي اللي كتقوم به الاحزاب السياسية ونقابة العملية وجمعيات وجماعة الضغط ولكن الان وكأنها التقافة صارت صارت غريبة وبعيدة صرنا امام تقافة جديدة وهي الاحتجاج في العالم الافتراضي وعوض ان نجد وقفة احتجاجية امام المقرات ديال الدولة لاحظنا بان هناك نسبة مرتفعة للمشاهدة والمتابعة في هذه الفيديوهات اللي كتكلم له هذا الموضوع الذي يلامس هموم الشعب وابناء الوطن وهذا ممكن نعرف القيمة ديال الوسائل التواصل الاجتماعي انها صارت مهمة وللغاية احنا نبغينا اليوم ايوان احبا الكرام نتعرف على الاثار الايجابية وكذلك بالمقابل الاثار السلبية على هذا الوسائل للتواصل الاجتماعي وخصوصا اثارها على قيم المجتمع المجتمع كيتبدل رادم الان كانوا يقولوا العلماء النفس والاجتماع بان المجتمعات تتغير تقريبا كل خمس سنوات كل خمس سنوات تتغير المفاهيم تتغير السلوكات تتغير المعايير اليوم مع هذا الوسائل للتواصل الاجتماعي صارت تغيير اكتر سرعة تي جي في غضب واحد القوة سريعة جدا واذا لم تنتبه ستصير قديما ستصير انك في وراء التاريخ اذا لم تواكم هذه الحملة وهذا التطور وهذا الاستمرارية فاذا اردنا مثلا ان نرصد الاثار الايجابية للهد الوسائل للتواصل الاجتماعي للمجتمع والسلبية ادلقوها كثيرة يعني ان هذا يكفي ان من الاثار الايجابية ان هذه الوسائل صارت تمكن الناس كل الناس ان يعبروا بكل حرية عن ارائهم هذه نعمة نعمة التعبير والتعبير والتبليغ هو وظيفة الانبياء ووظيفة المرسلين هناك اللحظ بان الكم للتعبير في قضايا مختلفة اما مفيدة وكثيرا غير مفيدة جعلت ناس اخرين يدخلون على الخط ويقولون بان التعبير هو صفة انسانية والتبليغ التبليغ والبلاغ صفة الانبياء والمرسلين فعلى اهل الدين واصحاب القيم والاصلاح ان يزاحم يزاحم في هذه المنصة الاعلامية الحرة فعلا ان من ايجابيتها انها جعلت التواصل سهلا مع كل الناس دون ان نتقيد بالحدود الجغرافية انت في قارة اتكلم مع اخر في قارة وتتقاسم مع همومه وطموحاته بكل حرية هذا ادى الى ماذا الى كسر الحواجز الثقافية بالمجتمعات صارنا امام مجتمع مصغر صارنا امام كويكب ارضي صغير ثم لاحظنا بان واحد نعمة كبيرة في هاد الوسائل هي انها صارت وسيلة للتسويق من اراد ان يكسب المال صارت سهلة جدا يعني انه دكان كالانسان يقلب الاقتصاد خصو دكان خصو رخصة من السلطة المحلية خصو واحد الموافقة من السلطة المالية خصو 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 الان ولا عندك دكان داخل وسائل التواصل الاجتماعي بالمجان ان تبيع تشتري كما تشاء فلهذا القناة شركات واصحاب افكار جديدة يهتمون بالتسويق صاروا يسوقون ما يسمى الان بالتسويق الالكتروني هذا كل كل مفيد فاللي بغى الفلوس يعني يكفيك هاتف ويكون عندك الشاحن انت بحل ابن الوزير بحل ابن الغفير بحل لم يعود هناك هناك فرق ما بين واحد شاب ينتمي الى طبع غنية يكون وزير ولا سفير ووحد شاب يكون غير حارس ليلي ولا انسان بسيط بحال بحال مادم عندك هاتف مقال وعندك الشاحن فانت العالم كله بين يديك لكن اهم اهم الاشياء لفرضتها هاد الوسائد للتواصل الاجتماعي وهي زيادة الوعي بالقضايا المجتمعية ولو الناس عندهم الوعي كثير بالقبل اذا رجعنا واحد عشرين سنة راه البشر ليس هو نفس البشر رأوا لها عندنا وعي سياسي اكبر وعندنا وعي سياسي بالحياة كلها عندنا بحقوق الالسان بالقيم الاخلاقية بقضايا البيئة بقضايا التنمية مبقايا الاعداد الاعداد والتنامي الجامعي دم الآن عن طريق الغزو في هذا المجال التقافي الكبير ممكن تعرف على كل شي تعود متقاف في السياسات في الاقتصاد في علم الناس في علم اجتماع في علم الدين في الفن في الرياضة في الطبخ في كل مجالة الحياة وهذه نعمة هذه نعمة ربنا سبحانه وتعالى اهداها للبشر ليتقدموا خطوات الى الامام لكن بالمقابل هذ الوسائل للتواصل الاجتماعي كالقوا بانها الان صارت معول للهدم ولينا المجتمع كنخافوا عليه شحال دي الناس يقول لك يا ربي يا سيدي كن غير بقينك في كلنا هذي 21 او 30 سنة عدنا التلفزيون بالابيض والاسود وعدنا وحدة الرويديو كنسمعوا فيه طرب الاندلوسي والغرناطي وشوية دي المقرئين لاجه الله وشوية دي الاخبار الرسمية وكيفا لان الهجوم دي ما يقع في وسائل التواصل الاجتماعي صار ربما قد يؤثر كثير على تقافة المجتمع وعلى قيم المجتمع واحيانا على استقرار المجتمع بل وتجاوز تجاوز الاجهزة الامنية والسلطة المحلية وغيرها لان الانسان صار عنده قوة كبيرة للتأثير من ابرز الاثار السلبية وهي ما نلاحظه من نشر الاشاعات والاخبار الكاذبة يعني ولا اي انسان يقدر ياخد هاتف مقال ويشغله ويقول خبر خبر كاذب او ينشر واحد الاشاعة ضالة او انه يقول اي كلام لا حقيقة له والناس يصدقونه الناس يصدقونه التصديق يكون للمنابر اللي كتكون عندها مصداقية اما كتكون رسمية عندها حقوق حقوق للنشر وعندها مسئوليات واما منابر ايضا عند واحد السمعة وتخاف على سمعتها اما الان فعن طريق هذا الوسائد التواصل كان كان تصل بالالاف من الاخبار والفيديوهات وهي كاذبة وهي مجرد اشاعة وهذا يخلق لنا البلبلة يخلق وحد المجموعة عندي الناس يشعروا بانهم مبقاش المصداقية شحمل واحد استعمل اعشاب معينة للصحة وصارت ضارة وشحمل واحد خد اخبار دينية وكانت متشددة مهدمة وكمل واحد خد تقافة في العلاقة الزوجية وكانت ربما كلها كلها تؤدي الى الكوارث والعياد بالله هذا من الاطار السلبية ثم كان لحظ حالات اخرى دين ان الناس ولو كيدخلوا في الخصوصية دين الاخرين الانسان عنده حرمة اي وحد فينا عنده حرمته لا ينبغي ان تدخل في شخصيته وفي زوجته واولاده وعائلة خصوصيات يعني كنت تكلموا احنا على القضايا العامة كنت تكلموا عن الافكار كنت تكلموا على السلوكات العامة ولكن الخصوصية للانسان هذه محترمة هذه كتبقى في واحد الحرمة مصادة لكن اليوم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ولينا كلقوا الناس كيتكلموا على عيوب الناس وكيقتحموا حياتهم الخاصة وكيتكلموا على علاقاتهم الغرامية او كيتكلموا على ماضيهم الاسود او كيتكلموا على كده وكده هذا لا يليق دعوا الخلق للخالق لدى شي حاجة منه الخالق واربي عز وجل امرنا بالستر وسين النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر على مؤمنين فكأنما استحيا موؤودة من قبرها ومرة واحد صحى مدر بحالة شكل جابوا واحد رسل جرين قالوا يا رسل الله لقد وجدناه يزلي هذا هذا يزلي فالنبي الكريم استاء وقال لهم لو سترته بإيزارك لكان خيرا لك لو سترته بإيزارك لكان خيرا لك فالستر هو قيمة انسانية وقيمة اسلامية ربانية لكن اليوم عن طريق وسائل التواصل اجتماعي كالقوا الفضائح وكالقوا نشر العيوب وكالقوا مسائل خطيرة جدا والغاية هي كسب بعض المال القادية كل مرتبطة بالكسب المزيد من المال ثم كاللحظ موازة مع ذلك كالقوا الظاهرة دي للتدمر الناس اللي هما كيتصابوا بظروف معينة والآخرين كيتهجموا عليهم خصوصا المشاهير والفنانيين والرياضيين وغيرهم ما يسمى بظاهرة التدمر وهذا اش كي أدي كي أدي على أن الإنسان كيشعر بمشاكل نفسية مضاعفات نفسية من كيلقاء هجوم عليه أو فضيحة أمام العائلة وأمام الأقران ويتهم بالشدود الجنسي أو يتهم بالنصب والإحتيال أو يتهم بأنه عقيدته فاسدة وأنه خرج من المدلة هذا كل كل أشكال وألوان تعلمون جميعا لا أريد أن أصرح تعلمون جميعا ولكن هذه كتسمة ظاهرة التدمر الهجوم وهذا كي أدي الإنسان من اللي رأي حمله واحد كنعرفوه كان نشط في هذا الميدان اتصاب بمشكلة نفسية بل منهم من أصيب بالاكتئاب بل منهم من صار يفكر في الانتحار والانسحاب والعياد بالله فهذه من الأثار السلبية لهذا الوسائل ثم كالقو كذلك على المستوى الأسري هذا على مستوى المجتمع الأسرة للأسف كالقو الأسرة دينا رغم رغم الأثار الإيجابية لهذا الوسائل للتواصل الاجتماعي ولكن الأسرة دينا راكت ضيع هذه 21-30 سنة الأسرة المغربية كانت أسرة واحدة أسرة فيها الدفء والطبعنينة الكلمة هي كلمة الأب والأم حاضرة بحلترية بضوية عن الجميع والوليدات كلهم كتلقاهم يصطفون في مائدة واحدة مع العائلة وشوفوا ده من الأسرة كيف أصبحت الأسرة كالقاو الأنسارات متفككة كالقاو كل واحد من أفراد الأسرة يعيش في عالمه الافتراضي كل واحد عنده هاتف دقان أو عنده وحد الحسوب أو عنده وحد لوحة إلكترونية طابلت ويعيش مع نفسه ويتحدث مع الغرباء ويسبح في العالم الافتراضي ولكن ما علاقته مع الأسرة ما علاقت الأولاد مع أولادهم ما علاقت الزوج مع زوجته الأسرة تعيش في عزلة وهذا أدى إلى ضغف العلاقات وهذا أدى إلى مدى إلى أن المشاكل تدخل وتغزو هذه الأسرة رغم أنها تعيش تحت سقف واحد كالقاو بأن السلطة للأسرة عادة كتكون يفيد الأب وتبعاد في الأم اليوم كالقاو بأن هذه الوسائل للتواصل الاجتماعي انتزعت السلطة للتوجيه من الوالدين وصاحت هي تزاحم في توجيه الأبناء وتربيتهم كتلقى الولد يلك تلقى المئات من الألاف من الصور ومن الرسائل في هاتفه النقال أو في لوحة إلكترونية وطبعا انتغى الجتال الخرط قل لي يا ولدي هذا حرام وهذا حلال وهذا يجب وهذا لا يجب وورا تم شحنه وتم تغيير ناكيرته ثم كالقاو من غير الأسرة كالقاو العائلة العائلة الكبيرة العائلة الكبيرة في المغرب هذه واحدة تلسانة ركنت عائلة متماسكة كتقوم بالزيارة العائلية كتقوم بصنة الأرحام نسكت لقاو من الجمعة الجمعة كي يكلوا الكسكس فيما بينهم الناس كيتلقوا في المنسبة السعيدة سواء في أعراس أو في خيتان أو في منسبة أليمة كالجنائز أو أمراض المهم كيتلقوا الناس كيتلقوا بعضياتهم وكيتشوفوا بعضياتهم وكيتسالموا بعضياتهم وكيتسامحوا بعضياتهم وهذا كي أدى إلى الطبئنيناء والموساة لكن اليوم بسبب وسائل تواصل الاجتماعي غادلقوا بأن الزيارة العائلية وهذا السنة الرحيم تراجعت بشكل كبير ما بقوش الناس كي يصدروا الرحيم كي يقول ليك غنصفت لهم رسالة رسالة عبر الواتساب فيها صباح سعيد جمعة مباركة عواشر مباركة بسعودة أي كلام هكذا يقوموا بوظيفة السنة الرحيم ولكن الناس ما كيتلقوش ما كيتشوفوش بعضياتهم يعني الأسرة ويعني العائلة وكل هاد الأفراد كلهم صاروا بل الأخطر من هذا هو أننا بسبب بعض وسائل التواصل الشمعي لكد الإنفتاح سرنا ربما كالقاوة العلاقات الزوجية صارت فاترة العلاقة الزوجية في المغرب هذه 31 سنة كانت علاقة حميمية كانت علاقة قاوية كانت علاقة فيها محبة ومودة وثقة متبادلة اليوم سير قلب على العلاقات الزوجية هتلقى بأن الخيانة صارت سهلة جدا بسبب مواقع التواصل الشمعي من أراد أن يبني علاقات مشموهة مع الآخرين له كامل الحرية وبسهولة كبيرة وكلقوا شحال النساء البريئات نساء بريئات تم اتهامهن شو واحد تصل بهم عكسهم تحرش بهم وصفت لهم صوار وصفت لهم رسائل وعبارات ولقاها الزوج أو لقاها أحد الأولاد وتارت التوراة في العائلات شحال دي التوراة قامت في العائلات عدد كبير ونسبة الطلاق ارتفعت كثيرا بهذا السبب الزوجة كتخلي الزوج هتاك يدخل الحمام كي بغي يغسل أو يتوضى كتقلم للهاتف النقاد يالو كتلقى فيه رسائل يندلها الجبيد وهذا كي يعد كتقول تنديل بحالو يكحنا سواء سواء ونكلقوا بأن ضاهيات الخيلة الزوجية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تتمدد والعياد بالله ثم كلقوا أشياء أخرى كثيرة مدرة وهي الحالة الصحية الحالة الصحية دي أنك أمليم هذه 21-30 سنة البغير ما كانوا صحاح البغير ما تبارك الله كانوا كيمشي وعندهم المشي السريع وعندهم الأكل الطبيعي الأكل اللي هوية بيو وكانوا رياضيين كانوا يقلوا لقمة العيش كي يجريوا كي عرق كي يطلعوا كي ينزل اليوم غضي القوا بأن عدد كبير من الناس تصابوا بالسبنة الزائدة لأن الجلوس لفترات طويلة أمام المكتب أو أمام أمام أي المكان دي الراحة إما واحد سرير أو كي يبقى نهار كامل وكي يتبع الهاتف النقال وكي يتبع الطابلت ديالو أو كي يتبع الأخبار في الوسائل التواصل الاجتماعي ولا يكادوا يتحرك واحتلوا بغير شيء أوكلا يعني وسائل التواصل الاجتماعي كي تسمح لي غير تصل بواحد الرقم معين غني يجيبوا لي كطعة بيتزا أو كذا جاهزة ساخنة في اللحظة فالناس في زمننا هنا تصاموا بالسمنة وطبعا السمنة ركت أدى إلى مضاعفات كثيرة أمرض القلب والشرايين والسكري وضغط الدم والسبب ربما المباشر هو هذا الوسائل للتواصل الاجتماعي الأخطر من الناحية الصحية وهو أن الناس مبقوش كي يخدوا القسط الكافي من النوم قلة النوم أولاد الصغار نما الآن كيتلقى حتى المنتصف في الليل وبازال بقى كي كيقلب في الانتغنات بازال كيتصفح وكيبقى الفترة متأخرة وفي الصباح من اللي كيمش للمدرسة راوى الجتة حاضرة ولكن الدهن غائب وقس على ذلك حتى الآباء الأبتاء والنهار كله للكل وكيسبح وكي يبحث في هذا المجال وكيبقى حتى الجوش تتسبح وفي الصباح الماكن غيوصل متأخر يعطيوانو العطاء ديلو ضعيف لانا المؤشر ديل التنمية عدنا غاديوك يضعف داخل الأسرة كذلك الأم اللي كيتفق بكري كانت الأم بهات كيف يقوق بالفجر مع السروية وهم اللي كي يستخدون بها سخودة باشي انتوا تبضاوا ونصلوا للفجر وهم اللي كي صموا الحسوة وهم اللي كي صموا ديل الشعير وزيت العود باشي تقوى واحد القهوة بالعشوب قهوك حلب العشوب باشي الدماغ يفيق وكانت الأم تجرى الفرحة والسرور الأم ربقى طلعت الشمس وباقى مازال سير جمي الخوز من البولوجي ويا دار مدخل اكشر الوضعية دينا يبدو أنها استاءت بسبب هذا الوسائل للتواصل اجتماعي هي وسائل بناء وأيضا في نفس الوقت هي وسائل هدم والأخطر من كل هذا وهو الغزو الثقافي والفكري كالقوم بعض المفاهيم اللي هي واحد اللحظة كالمغرب لا يتقبلها كالإنسان المغربي اللي عنده الأصالة الإسلامية والدينية وعنده الأعراف والتقاليد الاجتماعية الرصينة كالقود ما الآن سهل أنه يتم اختراقه وسهل أنه يمشل واحد مفاهيم غريبة جدا إلى قلنها الجن اللي كان قبل بلنا هذي 21-30 سنة غير يستنكرها حتى اليوم صارت عادية الشدود الجنسي العلاقات الرضائية وحد مجموعة كبيرة من الأشياء تبدو كأنها عادية من فرط الضغط أنه يتم تمريرها وهناك الضيع الخصوصية دي المجتمع المجتمع اللي هو عنده أصالة وعنده توابط وعنده قيم وعنده حضارة وعنده تاريخ كيبدأ يضيع لنا هذي المجتمع إذا نظرنا لهذه المسألة من الناحية الشرعية الناحية الشرعية لا بد أن نستحضرها في أي مجال أي مجال بشي يكون عندك الأجر والتواب لا تظن بأن السفيدة تسير بمفردها راح نحن جميعا نركبه في سفيدة نوح وكل أولا بدنا نعرف أي حاجة ما حكم الشريعة في ذلك حنا ينبغي أن نتواصل مع الأباء ديالنا والأمهات والشباب ديالنا وولدتنا وبنيتنا أي واحد فينا بغير دخل هذه المواقع دي التواصل الشمعي هذا لا يمكن أن نبدعها هذا شيء صار فاردا وجوده في حياتنا لا يمكن أن نبدعها أبدا ولكن ينبغي أن نتعامل معها بعقلانية أولا بلن بغير دخل هذه المواقع دي التواصل الشمعي أستحضر نية أنا غايتي بغير دخل فيسبوك مثلا يكون هو التعارف مع الناس تعارف جميل ربي أمر به يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكار وأنت وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أثقاكم الناس كانوا كنت تعرفوا أن يمزمان عن طريق الحج الزيارة الحج أو السفريات أو التجارة والقبائل والقوافل اليوم طريق الفيسبوك تعارف مع العالم كله وهذا مطلوب تعارف مع الناس في أمريكا في إفريقيا في الشرق الأوسط في في أي مكان هذا أمر مطلوب شرعا إن أكرمكم عند الله يتقاكم لتعارفوا لكن خلاص للإنسان يحضر النية لتعارف ثم لتعارف مع الإنسان نحاول ما أمكن نحصل على الخيبرات الإيجابية التي تنفعني في حياتي بنتعرف علي علاش بنتعرف على اللغة ديانو باش نتقن لغة لأن من من أتقن لغة قومين يعني اكتسب ودهم وأمد مكرهم ونتعرف على التقافة لأن المجتمع صار صغير تعرف على التنمية الاقتصاد نعرف كل ما يتعنق بما يدفع الأسيان الإيجابية لكن نبقى ضيئ وقتي للتحدث مع الجسل آخر وهذا اللي كيوقع للأسف 90% كتلقى بأنه كيضيع وقته في التحدث إما مع الفتيات أو الفتيات مع الفتيات وكل كيدي الشخصية مزورة هو ذاكار ديال اسم أنت وهي أنت ديال اسم ذاكار وكتلقى واحد نوع من العبت هذا في الدين لا يليق وأخطر أخطر مكين في هاد الوسائل هي مشاهدة الصور المحرمة هي كتعجم على الإنسان يحرص على أنه يحاول بعد منها لأن كل مشاهدة ديال الصورة محرمة رأيك تغرس في الداكرة ديالك وبالتالي كتخلق لك وحد الفتنة مع نفسك وكتقلم أنك تنفذها وتقع في حبائل ومكائن إبليس وأشجم خرجك منها ثم تلقوا أن هذه الوسائل نعتقد بأنها مواقع ربضة ونسخرها ما نقول إحنا أن اللوب العالمي أو السلطة السياسية العالمية تريد أن تسخر العقول والشعوب وما نقول هذا الكلام نقول أن هذه المواقع سخرها الله الله تعالى وسخرها لكن سخرها لنفعلها في الحلال ونتشدم من الحرام نتشدم الدخول في خصوصية الغير نقتحم حولية الشخصية للآخرين ولكن بالعكس نستعمل للتواصل والتعارف بين الحضارات والشعوب والثقافات في الخير في المحبة في الرضا في التعاون في القيم نحافظه على البيئة نحافظه على التنمية نحافظه على حقوق الإيسان نحافظه على وضعية المرأة نحافظه على سلامة وصحة الشباب هكذا ثم هاد من النحية العملية كنلقوا بأن هاد الوسائل نستغلوها لدعم الأفكار والمشاريع المهنية ناجحة نستعملون هاد الغرض يعني الإيسان أنا لا أعتقد بأن اليوم شو واحد يقول لك هذا ما لقيش خدمة لا أعتقد بليك تلقى ماشي واحد شاب يقول لك رمالقيتش عمال قلب لي على عمال كنقول هاد وش عايش معنا ولا في نعيش يعني وش أنت عندك لأنت ومإمكانك أنك تكون عندك هاتف نقال وعندك شاحن وبقيك تقلب على خدمة إذا عندك هاتف نقال وشاحن رأى العالم كله بين يديك رأى الميغن والمشاريع هي على 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 قارعة الطريق كثير كثير بزاف حتى الإنسان ممكن أن يقعوش من حقه رأسهم فالإنسان يستغل هذه الوسائل للعمل وللإبداع ولوضع مشاريع اقتصادية ومشاريع مهنية ثم يتواصل مع الآخرين في القضايا الإيجابية وهنا قد يلقوا بأن هذا قد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح هذه هي باختصار شديد أيها الأحبة الكرام وسائل التواصل الاجتماعي لعلنا عندكم أفكار وعندكم آراء وعندكم مشاكل تعيشونها في بيوتكم مع أولادكم وبناتكم وأزواجكم حول هذا الوسائل للتواصل الاجتماعي لعل منكم من يستفيدوا منها واستفدوا فعلا في مواضع مهمة ولعل بعض الآخر يتابع تلك المعارك الوهمية تافهة للنس يضيعوا فيها الوقت الجهد ويضيعوا وقت آخرين في أشياء لا تدفع كيفش ممكن تخليوا وسائل تواصل الاجتماعي وسيلة للبناء وسيلة للتعمير وسيلة للتنمية وسيلة للتعارف وسيلة للقيم والأعراف الإيجابية الكلمة لكم أيها الأحبة الكرام أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود إليكم لنواصل فنبقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله